أهلا بحضراتكم من جديد زي ما كنتم أتكلم في بداية الحلقة على الانتصارات والبداية القوية لفريق كرة السلة في البطولة العربية اللي بتقام حاليا في الكويت والفوز على بطل اليمن فريق الميناء اليمني بنتيجة 132-53 نتيجة كبيرة ونتيجة عريضة واللي طبعا لسه البطولة في بدايتها ولسه المباراة وقوتها أكيد هتظهر خلال الفترة اللي جاء لكن البداية قوية والبداية مبشرة لأن الأهل هو حامل اللقب فلازم يبدأ هذه البداية القوية في البطولة العربية وأهم ما يميز هذه الانطلاقة الحضور الجماهيري الكبير لجماهير النادي الأهل سواء في استقبال البعثة في التوجه إلى الفندق النهاردة كمان في المباراة وفي الصلاة المغطاة استقبال كبير جدا وتشجيع حماسي من جماهير النادي الأهل اللي موجودة في الكويت جماهير النادي الأهل العريضة اللي موجودة في كل حتة هتشجع وتقازل وتساند الفريق في أي مكان جماهير النادي الأهلي هتفضل دايما السند والدعم لفريق الأهلي في جماعي الألعاب سواء الكورة السلة الطائرة اليد أكيد إن شاء الله البطولة بإذن الله هتكون أهلوية والأهلي يرجع بالكاس ويكون حامل لهذا اللقب للعام التاني على التوالي بعد الفوز بنفس اللقب ده العام الماضي في الأسكندرية لنظمة هذه البطولة العربية نهاردة فريق كورة اليد أيضا عمل نتيجة كويسة جدا ونتيجة جيدة ونتيجة ممتازة لأنه قدر يفوز على الترجي التونسي وقدر يحصد العلامة الكاملة في الدور الأول قبل مراحل أدوار النائية والفوز على الترجي بنتيجة عريضة 28-21 الترجي كان لسه فايز بالبطولة العربية والتيم اللي كان بيلعب بالترجي في النهاء البطولة العربية هو النهاردة اللي كان بيواجه النادي الأهلي في البطولة الإفريقية لكن النادي الأهلي قدر يفوز على الترجي يحصد العلامة الكاملة بالتأكيد أداء مميز من دانيال جوردن المدرب الأسباني مع فريق النادي الأهلي كما كمان أداء مميز جدا من أجوستي بوش مدرب السلة مع النادي الأهلي في فريق كرة السلة كمان النهاردة جمهور النادي الأهلي كان ظاهر بشكل رائع شكل مميز دعم كبير جدا والنقطة اللي عايز أأكد عليها واخدوا بالكم من التفاصيل اللي جاية دي فريق كرة اليد مسافر ومع رئيس بعسة فريق كرة السلة مسافر ومع رئيس بعسة رئيس بعسد فريق كورت السلة الأستاذ الزطاري أنديل قبل الصفر كانت في اجتماعات خلال الفترة الأخيرة إدارة النشاط الرياضي معالي الوزير الأستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي الآلي في اجتماعات مستمرة مع الكابتن خالد العودي مدير النشاط الرياضي وفي اجتماعات بالتم مش مبارح ولا النهاردة احنا بنتكلم على مدار آخر أربع خمس شهور في اجتماعات مسمرة بخصوص النشاط الرياضي عشان النتاج الفترة اللي جاية زي ما قدر فريق الباسكت يحصد كل البطولات العام الماضي بعد ما كان فيه بعض الإخفاقات في السنوات الماضية قدر يعود ويكون رقم واحد في الباسكت داخل مصر وفايز بالبطولة العربية نفس الأمر بيتم في فريق كورت اليد النهاردة بيفوز على الترجي أكيد النتيجة دي هتساعدوا في المباراة القادمة عشان يوصل للمباراة النهائية وأيان كان بقى الفريق ليوصل للمباراة النهائية أيان كان الزمالك الترجي الأهل إن شاء الله وقتها هيكون على أهبة الاستعداد ليه الفوز بهذا اللقاء والفوز بالبطولة الإفريقية ما ننساش كمان للأهلي في كورت اليد هيلعب كاس عالم زي ما عندك فريق كورة بيلعب كاس عالم عندك كمان فريق اليد بيلعب كاس عالم هل الكلام ده بييجي كده صدفة؟ لا الكلام ده بيتم من خلال اجتماعات مستمرة واجتماعات متواصلة وفي اجتماعات يومية بتوصل لأكثر من 5-6 ساعات عشان في النهاية تقدر تحضر سكواد لقايمة فريق في جميع الألعاب عشان هدفك في النهاية حاجة واحدة بس تسعد جمهور النادي الأهلي والنهاردة الفرحة والسعادة اللي شفناها على وجوه جماهير الأهلي سواء في صالة الحمامات في تونس أو حتى النهاردة في الكويت هي دي الرسالة أو الشغل اللي الناس بتشتغلوا عشان تسعد الجماهير الاجتماعات اللي بتتم سواء لفريق الكورة لإدارة النشاط الرياضي كل واحد جوه المجلس ليه تخصص في إطار معين وبيشتغل عليه مع الإدارة التنفيذية والأجهزة التنفيذية اللي بتتم أو من خلالها بيتم تنفيذ كل استراتيجيات دي في الفترة الأخيرة الحمد لله الفرق تكمل الفترة الجاية بشكل جيد ما ننساش أن فريق اليد بعد ما يخلص بطولة أفريق هيكون عنده استعداد بعد كده في الفترة اللي جاية لكأس العالم للأنديوة هيكون ساعته كمان رئيس البعثة دكتور محمد سراجدين وبالتالي كل الأمور الحمد لله بتسير بشكل جيد بخصوص النشاط الرياضي وانتظروا بداية الموسم عشان الناس تبدأ تحكم بقى على الشغل اللي تم في الفترات السابقة من خلال أداء بقى رسمي في الفترة اللي جاية النهاردة كمان محترف أمريكي على أعلى مستوى موجود النهاردة مع فريق الأهل لكورت السلة انت لو عندك فرصة تدعم في كل المراكز سواء في البسكت أو في الهانتبول أو في الفولي في الطائرة كل ده هتعمله في النهاية عشان تسعد جمهور الأهلي شايفينوا الصورة اللي قدامكم دي؟ رجعوا لي بس الصورة اللي فاتت الصورة اللي قدامكم دي ده بطولة العربية للسلة في الكويت جمهور الأهلي بصوا من اللي موجود أعظم نادي في الكون جماهير النادي الأهلي انتوا الحمة انتوا الدرع انتوا السيف انتوا اللي بتقفوا دايما في صف النادي الأهلي وحائط الصد أمام أي هجوم أو أي لجان بتحاول توجه الجماهير لأي أمور سلبية جماهير النادي الأهلي فهمة كويس أوي مصلحة فرقتها وعارفة كويس أوي طول ما هي داعمة للنادي الأهلي وحتى لو بيكون فيه سلبيات بتتكلم بالسلبيات لمصلحة النادي الأهلي ده اللي احنا عايزينه دايما من جمهورنا وإن شاء الله الفترة اللي جاي هيكون فيه انتصارات في جميع الأصعدة أو بمعنى صح الناس بتشتغل عشان تسعد الجماهير والتوفيق من عدمه ده في إيد ربنا سبحانه وتعالى لكن إن شاء الله بإذن الله تكون كل الفرق موفقة في الفترة اللي جاي